مرحبا بكم في هذه البتل المباشر من مدينة الدار البيضاء مع هذا الشاب الذي لديه جوجيا لولدت بزواج الفاسحة مع شابة زوج باوية كانت مازالة قاسر وصلت للصيل القانوني بغاية ربيع معها لا أردت العائلة جالها لا أردت حتى يتفاجأ للأسف أنها هربت مع شخص آخر الذي كان صاحبه الثقر يعتقد أنها مصدر في مراكش هو أهل أولاد مرحبا عامين ونصر تريري وعامة بنية شخصـ 15 عامين ونصر أولاد المرحبين تريد أن يرغبون أولاده أولاد مرحبا أولاد سيدل أولاده أولاد المرحبين في لديه الشخص تعلم الحكم الذي يريد أن يرغبون أولاده لا يوجد أي مشكل معها إلا المشكلة التي سأقولها تزوجنا أختي بالفاتحة لأنها قصيرة بقى 14 عام تفاهمت مع دارهم قلت لي إياها سأذهب معك لأنها من العائلة سأذهب الوالد سأذهب الوالد قلت لي إياها سأذهب معك لأنها سأذهب معك لأنها سأذهب معك سأذهب مع دارهم أخطبتها وقصت بقى 10 عالم كحير ملة أكبر سأذهب لها عامين عامين قريبا وهي كان محدد معادسية وعلي اصابت قلبات علية لم أكن قريبت أن أعطيني وقش لماذا تنتج مع العقد؟ العقد؟ أريد أن أقوم بعمله حيث فأناقم بعمله وفضوا لي طالبة الزوجية وقالوا لي أن يقوم بعمله من بعد وقوم بعمله وقال لي أن تقوم بعمله ولم يقوم بعمله لقد قم بعمله وقد قمت بعمله وقمت بعمله وقال لي العدول تل من بعد ورجع الدرس ونقدر نكاتب بذلك الإقرار ماذا يستطيع أن تكاتبه؟ لا يريد أن تكاتب معه وعرفة أني ستكاتب معه هذا السيد غير عمر لها رأسه هذا السيد مراكشي ويخدم حدانة في الوالدية ويخدم حدانة في الكوار الدجاج خدام والسيد أخذت النمرة دياله من عندي أنا حيث أنا كان كعيط لي كنجيب لي شي حويج كنتعامل معه هذا السيد كنتعرفه صاحب؟ اياه بحال صاحبي كنت تعامل أنا وياه كنتعدي اللي خصوه كنتعدي الطموبيل كنتسخر لي كنتجيب لي حويج اللي خصاته كنتجيبه لي عارفه براني كنتجيب لي تلميكله حيث يقريب لي في الدار هذا السيد أتبقيت غدراتني غدراتني له وليه بجوج غدروني بجوج غدروني وأنا ما عديش المشكل فيهم يذكروا الروس بغيت غير ولداتي أنا أنا ولداتي اللي بغت تحمقني عارفه ولداتي محمد وصافا محمد بالقرية وصافا بالقرية ما تردت ليعنا تبقيت تسيمان تبقيت تسيمانا لا نرى الأشخاص لأننا لا نرى الأشخاص هي ما معداش الإحساسي للأمومة ما قد تتحدرش مع أولادها ما قد تغسلش ليهم ما قد يبقوا فيها أنا اللي مهالي في أولاده أعزاز عليها بزاف و أنا أعزيز عليهم كيف تكونوا مش كرفصهم؟ من طبيعة الحال كون عرفت أنا أولادي بي خير ما غن نسولش عليهم و ما غن نتألمش عليهم أنا أولادي كنظن هم وش قتلاتهم حيث أدستي درع المية في المية معداش العقل إما قتلاتهم ولم كرفص عليهم ما قداً أقول أن الناس تجعل الأمن لأنه هو نداغ دور بالطبع الحال قالت من الأولاد و أرى مولاده كيف أن تبقوات هل أنت معتار فيهم؟ أحيانهم ندائه المنطلب منه هي لأنني تعجمني و تتعöffي من نجاح و الزائداتي أعني إذا كانت تضحي تحمل ح时 لأنني أريد أن تحمل حشية لأنني أريد أن تحمله حالح لقد لم تأتي المشكل لها لا تحرم لي أولاداتي لماذا تحرمي منهم لماذا تحرمني هكذا قد حد عد راضي ودي لي أولاداتي لي أولاداتي تجعلني أولادي لماذا تبقى العائلة في العائلة علاية العائلة والوالداتي ظاعد من نخسي كما تروني أنا دابا أنا كنرى الوالدة أقول الإنسان كما تبقى وقال إتوالي والدي والداتي لأولادي ن parents لم نزل أنا وما انا اللي كي ازكا ستفرت الوالده دياني كسموز يعني مخلات لي هدي السيدة شيد صويرة أو شي حاجة هد صاور اللي اعطاتني بطاعتم لي غير الوالده قاعد والده في تليفون مخلات لي اشي حاجة تليفون دير ولها واللي كتادر بي مع السيد أنا من اللي عرفت كتادر بي حييت لاتتليفون قلت لي غير خليه على ولادك باش يشوفو فيك يبغي يقرؤو فيك يبغي يتفرجو فيه قلت ماشي مشكل أهلا بحاجة على مرحب الناس و كفتنا دفعون بالترابع و إتواءتي مثل العديد ماذا بحاجة بخري؟ لقد تدعني من أحد الأختيات إطرد لي غير أولادي أهلا بحاجة حياتي بحاجة لدي أحيان و ابن مغلقان دفعني أنا أريد أن أشغال قوسي و أريد أن أقرأهم و أريد أن أجد أولادي كيف تدعني أمام تحاجاتنا النمرة الهاتف 07 22 28 57 54 لست عدد هناك كيف لا يمكنك ان يدرون هذا الشاب هو زوجة بابنة قاصر يعني من العائلة كانت هذه الساعة قاصر يجب أن يتبع معها الزوجية ولكن للأسف لم يكن لديه في هذه الفترة يجب أن يتبع معها و يجب أن يتبع ابوه و أولاده هذا حاليا يوجه نداء لها أولادة يعتبر أن أم ديًا لما يوجه لها النداء في عامة قصر مع شخص أخر و يوجه لها النداء لأنها ترجع و ترجع الولادات لا يريد أن تجدهم لكن ترجع الولادات لأن ترجع الولادات لأنهم ترفصين مع شخص أخر لا يمكن أن يدرون أن أسألهم بشكل أحد من أخرى كنتمنى الله جزيكم بخير أنكم تساعدوا هذا السيد كيقول أنها مشاطة المراكش هي كخوية مشاطة المراكش ونجوا ما فين ساكنين في الوليدية يعني الرقم هو 0722 85 80 والله 0722 28 57 54 وهنا مشاهدينا مقليل لمدعكم تلاقاكم في بات آخر موضوع آخر فتلم عليكم ونهاركم